في مصرح خمس اشخاص في حادث تصادم بالمعادي من اسرة واحدة الاب والام والولاد التلاتة عندي كمان الحقيقة بدأت قضية تحرش تظهر وبدأت عاملة يعني شغل على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الفتاة في مدينة الاسكندرية اتهم الطبيب نفسي اسمه ميم فيه انا اسمه عندي بالتحرش وقالوا انه اوهم ضحايا من النساء بعلاجهن عن طريق الاحضان والتلامس الجسدي الفتيات قالوا ان الطبيب زعم بانه حصل على دراسات حديثة لا يعرفها احد غيره تقول ان اي ملابس داخلية للبنات او الولاد بتسبب بالسرطان والحقيقة هو عام الكتاب كان بيتوزع في الكنيسة فكان كسير وحاطت عليه رقم تليفوني فخدع كسير جدا جدا من الفتيات يعني كتير من البنات سرط العديد من قصتهن مع هذا الطبيب النفسي واتهمنا اياب التحرش بهم خلال علاجهن داخل العيادة البعض اكد انه طلبهن بالخروج معه للتنزل بزعم العلاج النفسي دا حيات كانوا من البنات ستاشر وسبعتاشر سنة وان كان بيوزع مع كتابه دا رقم تليفونه كان بيوزعه داخل الكنيسة ولما البنات بتقرر الكتاب بتقرر تلجأ له فيبدأ استمع لهن ويدخل فيه تفاصيل حياتهن وبعدها تبدأ مرحلة انت مريدة نفسيا وانا لازم علجك والغريبة جدا انه كان بيقوم بعلاج ضحياء بواسطة جلسات تتضمن تحرش فج وعتداءات جنسية وربما واحيانا زي ما بيقوله كان بيقيم علاقات مع ابنته وامها عندي معلومات كثيرة جدا وعندي اسمه وعندي حاجات كثيرة جدا بس مبدئيا يعني لازم يبقى فيه حد للمسألة دي لازم يبقى فيه حد للمسألة دي